سمعت عن موضوع الكمامات صحيح وقضية هل هي تنفع وتفيد ولا لا الموضوع في مبالغة علمني علمني القول الفصل في مثل هذه المسألة الناس يلبسون كمامات ولا ما يلبسونها ولا شو وضعنا صحيح الفكرة يمكن جات يمكن وصلوا على الأكستريم بعضهم يمكن أفاد بخطورة الكمامات أحيانا وبعضهم قال لا لا هي أساسية أنا أعتقد الموضوع يحتاج إلى توضيح حالة الهلع اللي حصلت في السوق للكمامات هي كمامات متخصصة لممارسين صحيين معينين ما هو حتى كل ممارس صحي داخل المستشفى لازم يلبسها الكمامات هذه لممارسين صحيين معينين في أوقات معينة لتعامل مع حالات كورونا في مراحل معينة لابد من أن يلبس كمامات اللي سميها الـ 905 وجودها فسوق الـ 905 هذه الكبيرة وفي هذه المعطم الخارج عليها هذه الفلتر والأصل ترى فيها ليس أي واحد يلبس أي حاجة لها اختبار مقاس مدى مناسبته للإنسان غير مجدية إذا كان أحد ملتحي لأنها ما راح تؤدي وظيفتها غير مجدية إذا كان مقاسها غير متناسب مع تباع في الصيدريات وفي أرقام فلكية وللأسف يعني هذه جزء من استغلال الأزمة وصلت بالفعل إلى أرقام فلكية واليوم اللي نقوله ما هو هذا هو المطلوب للمجتمع المجتمع يكتفي بالكمامات العادية الكمامات العادية اللي هي اشتكست فيها نسميها السيرجيكا الماسكا اللي هي الكمامات اللي توضع على الوجه كامل الوجه يكتفي بها أو لازم يلبسها يعني هي مسألة لابد أن تدخل في حيزة الإجبار وحيزة الاحتراج أيضا جميل الأصل في الموضوع لا يوجد حاجة للبسها في أماكن العمل في المدارس لا يوجد أي حاجة لها هذه دائما النصائح اللي تظهر عليها أعراض الإنفلونزا أول شيء لازم يتصل بتسعة ثلاثة سبعة يبلغ وبالتالي يعرف فيها مركز اللي المفروض يتوجه له إذا كان في حالة اشتباه لكورونا يحرص على نظافة اليدين وعدم لمس الأسطح ولا مصافحة الناس يرتدي الماسك خماية له إلى أن يصل إلى المركز والمتخصص اللي راح بالفعل يتم أخذ إجراءات العزل بشكل كامل وأخذ العينات منه فالأصل في الموضوع لا ترتدي إلا لمن لديه أعراض الإنفلونزا لكنها غير مطلوبة في ممارسة الحياة اليومية طيب أيضا مضمن الأشياء التي تثار وتدار ونسمعها بشكل متكرر هذه الفترة أو شكاء فصل الشتاء يودعنا يكون مع السلامة هل فعلا أنه إذا جاء فصل الصيف ستنتهي مسألة انتشار مرض تضحك سمعت عنها يعني أكيد متداول فعلا أن خلق الصيف سيقضي على هذا الفيروس؟ الحقيقة يعني بحكم أني لست متخصص في الفيروسات لكن تكثر الشائعات لكن اللي أنا متأكد منه أن الفيروس جديد يصعب التنبؤ بطريقة عمله ولقد عدى عليه مواسم أخرى لكن إذا كنا نبغى نقارن نمطه بأنماط الكورونا السابقة هي دائما تكثر في فصل الشتاء وتخفي فترة الصيف لكن لا يقضى عليها فاليوم ما توقع من المبكر جدا أنه نحكم نقول أن الفيروس هذا سوف ينتهي تماما في فترة الصيف وإن كنت أترك المكان للمختصين للإجابة في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر